هو قصة شاروخان إنا اللي قال إنه تجوز أربع ستات في يوم واحد وعمل لهم الفرح كمان في نفس القاعة صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدية شاروخان إنا مواطن مصري قال إنه هو بيتكلم هندي قبل كده وكان عامل تحدي إنه يمشع رجليه من قنى للقاهرة وما عملوش خرج إنبارح ومعاه أربع سيدات منقبات وقال إنه تجوز أربعة وبتكلفة مئة ألف جنيه بس ونشر صورة للزفة وكمان صور للاحتفال مع عرسته أو مش عرسته بقى الأربع عرائس اللي تجوزهم وطبعا كل السوشيال ميديا والمواقع يتكلموا عنه لكننا جبنا لكم الحقيقة إن شاروخان إنا لتجوز واحدة ولا حتى أربعة القصة كلها إنها مجرد دعاية لي يعني أتليف فستين زفاف وكمان القاعة نفسها وكل الحكاية كلها كدب في كدب الصدمة المنتظرة شاروخان قنى هو إنه هناك ناس بيطالبوا بالتحقيق معاه وقدموا بلاغات للنابل العام ضده لإنه بيروج ليه حاجات مش حقيقية هدفها عمل مشاكل في المجتمع يا طرق إيه لا يحصل معاه هقول لكم التفاصيل أول بأول